اشتركوا في القناة ولاية زغوان بن زرت وحتى تونس الكبرى الكامية فيها كانت من مليمتر واحد إلى ثلاثة جهة الساحل سوسة المنستير والمهدية تقريبا من مليمتر واحد إلى خمسة من مليمترين إلى ستة بالقيروان وبسيدي بوزيت والأمطار وصلت إلى ثمانية بسويتة بالنسبة لولاية القسرين وأمطار محلية بمناطق الجنوب سفاقس وقفصة كانت فيها من مليمتر واحد إلى ثلاثة وأمطار لم تتعدى المليمتر الواحد بيكبلي تقريبا درجات حرارة قسوة اليوم عرفت تراجع نسبه مقارنة بيوم الأمس الأرقام التي تحصلنا عليها كانت من بين 12 إلى 17 درجة بالمرتفعات من بين 18 إلى 22 ببقية الجهات واليوم بتونس العسمة سجلنا 18 درجة من خلال تسلسل لسوى القمر الاصطناعي لميز حالة سماء اليوم ظهور سحب أحيانا كثيفة على كاميرا البلاد والي رفقتها أمطار محلية من حين لآخر اللي لا يتوصل وضع الجوي ملائم لنزول الأمطار من حين لآخر تكون عندها سبغة رعدية قرب سواحل وبالجنوب الرياح تكون قوية خاصة قرب سواحل الشمالية وبخليج حمامات معتدل إلى قوي نسبيا ببقية الجهات سرعتها تتجاوز مواقعا 60 كم في الساعة أثناء ظهور الخلايا الرعدية ممكن ارتفاع نسبي في درجات الحرارة الدنيا مقارنة بالليالي البردة اللي عاشناها اللي لا توقع الأرقام تتراوح من 10 إلى 14 درجة وتكون في حدود 8 درجات بالمرتفعات الغربية للبيت يوم الغد إن شاء الله تقريبا تتوصل درجات الحرارة في نفس المستويات مقارنة بهذا اليوم ممكن نزول أمطار من حين لآخر بمناطق الجنوب ولتكون مواقة رعدية تشمل محليا الوسط وشمال وتحافظ على الطباح الرعدي قرب سواحل تقريبا الحرارة القصوى المنتظرة اليوم الغد تصل إلى مستويات 18 بتونس العاصمة وحتى بنزرت أقل بنابل وبزغوان 17 درجة 17 ببازجة 18 بجندوبة نتوقع 16 درجة بسليانة وبالكاف في مناطق الوسط 19 بالقيروان 17 بسوسة وبالمنستير 18 بالمادية 17 بسيدي بوزيد وأقل بالقاسرين تقريبا في مستويات الـ 14 درجة وبالجنوب سفاقس وقابس 18 19 بمدنين 18 بتطاوين 19 برمادة 18 بأقصى الجنوب 16 بكبلي 15 بتوزر وبقافسة ورياح تكون قوية خاصة بخليج تونس وبخليجها الحمامات وتتجاوى سرعتها مؤقتا 60 كم في الساعة أثناء ظهور الخلايا الرعدية بالنسبة للملاحة وسيد البحري يكون ثم تعلام بهبوب رياح قوية يهم خليجي تونس والحمامات الرياح التي تكون بقوة 7 منصلا بوفار ما يعادل 28 إلى 33 عقدة كما لاحظوا ريح تكون أساسا جنوبية شرقية سرعتها من 20 إلى 30 عقدة تتقلص حدثها وفعليتها بعد ظهر تقريبا تتراوح من بين 15 إلى 25 عقدة تتجاوز مؤقتا 35 أثناء ظهور الخلايا الرعدية والبحري يكون شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات بمنطقة سيرات ريح تكون شمالية شرقية سرعتها جمالا من 15 إلى 25 عقدة البحري يكون مضطرب وتتجاوز سرعتها مؤقتا 35 كم في الساعة أثناء ظهور الخلايا الرعدية يكون عندها أقل تأثيرات وفعليات بمنطقتها الشابة وخليج جربة سريح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة والبحر يكون مضطربا كالعادة نبدوكم فكرة حول الوضع الجوي ببعض المدن والعواسم الأجنبية ببلدان المغرب العربي سماء سافيا بنواقسو تساتة وتلاثين تسعتاش بالدربيضاء 21 بريبات 18 بالجزائر العاصمة 22 بترابلوس بالنسبة لبقية المدن العربية توقع 23 بالقاهرة 30 بالمدينة منورة وسماء سافيا بمكة المكرمة والحرارة تصل إلى 33 درجة تقريبا بالدوحة 28 تسعتاش بالكويت 31 بأبوظبي 14 بدمشق 17 بعمان تقص مشمس ببيروت 19 درجة 19 حتى ببغداد وأقل بالقدس الشريف تقريبا في مستويات 16 درجة بالنسبة لبقية المدن الأجنبية بإسطنبول تقص بيرت 9 درجات 4 تحت سفر بموسكو مع تواصل تهاتل الثلوش 4 بيفينا 14 بياثينا وبروما 6 درجات بأمستردام كثيفة سحب بيرلين درجتان وتقص بيرت حتى بكوبنهاجن محرارة لا تتعدل 4 درجات بالنسبة لبقية المدن الأوروبية لندن 12 درجة درجة تحت سفر بيستوكول 9 ببريس جونيف 10 17 بمرسيليا 8 ببريكسل 15 بمدريد سماء الصافية والسحب عامة قليلة بيرشبونة والحرارة تصل إلى 19 درجة تطور الوضع الجوي بالنسبة لأيامات القليلة القادمة كما لاحظوا يوم الأربع الوضع الجوي يكون ملائم لنزول أمتار مواقة رادية بأغلب مناطق البلاد أمتار انتقوا بكمية نسبيا هامة خاصة مع تدافق الرياح الشرقية اللي بيستعمل على تزويدها برتوبة اللازمة رياح لتتمتع بحركية عالية تكون قوية قرب سواحل وبالجنوب ممكن مثيرة للريمال والأتربة معتدلة ببقية الجهات البحرية كون شديد الاضطراب إلى مضطرب وتقريبا حرارة قصوى تتوصل في نفس المستويات مقرنتا بيوم الغد نتوقع أرقام ممكن تتراوح من بين 15 إلى 20 درجة وأقل بالمرتفعات في حدود 13 درجة يوم الخميس يبقى الوضع الجوي ملائم لنزول أمتار بأغلب مناطق البلاد الأمتار نتوقع أن يكون عندها أكثر تأثيرة وفاعلية بالمناطق الشرقية للبلاد يتواصل تدافق الرياح من القطاع الشرقي والتي تبقى قوية قرب سواحل وبالجنوب مثيرة للريمال والأتربة معتدلة ببقية الجهات البحر يكون هائج وشديد الاضطراب مع استقرار في درجات الحرارة موعد شروق والغروب يوم الغد شروق شمس بإذن الله يكون في الساعة السابعة وثمانتاش دقيقة غروبها في الساعة الخامسة وثلاث دقائق لمزيد من المعلومات والإرشادات الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرسل الجوي بتروى دوبلو في بوميتيو بونتين تبعثه رساليات قصيرة ولتتصلوا برقم الموزع الصوتي ثمانية وثمانين أربعين أربع سفار شكرا على حسن المتابعة الاهتمام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة